يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بنا يكرمنا في كاس الأم القادمة ونرجع بكاس البطولة ما هو منتخم مصر ما ينفعش يعمل حاجة غير أنه ياخد كاس البطولة ما ينفعش نقول نوصل لسيمي فاينل ما ينفعش نقول نوصل لنهائي البطولة دي بتاعتنا إحنا إن شاء الله بإذن الله اللي نكسبها بس ده هيحصل لما نشتغل كويس لما نكتهد كويس كلنا 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 ده معناها إيه معناها مش بس لعبي والجهاز الفني المنتخم مصر كلنا دي معناها إحنا كم الناس بتشتغل في الإعلام حضرتك كمشجع لمنتخم مصر ومساند ليه كل المنظومة الرياضية المصرية تكون دفع مهم وبتدفع المنتخبنا الوطني للأمام إن شاء الله إنه يرجع بكاس البطولة مبارح أنا مكنش مع حضراتكم وفي نقطة مهمة جدا حصلت وحابب أعلق عليها المؤتمر بتاع روي فيتوريا قبل مباراة مصر أو بعد مباراة مصر وتنزانيا راجل تكلم عن فكرة إنه ما يقدرش يوعد بالفوز بكاس الأم الأفريقية قال كده قبل كده وهو بيعلم قائمة المنتخب وأكد على ده وبصراحة شديدة جدا أنا بقيده تأييد كامل كامل ليه؟ طبيعي إن المدرب بتاع منتخب بتاع فريق بيعمل إيه؟ بيشتغل بيكتهد بيتعب بيحط تشكيلته بيحط خطة اللعب عشان فرقته أو المنتخب يكسب بس يا جماعة فيه نقطة في منتهى الأهمية وهي بصراحة حاجة من المسلمات كمان يعني مش اللي أنا هقولك سر دلوقتي إن أنت مش بتلعب لوحدك أنت مش بتلعب لوحدك تلعب قدام منافسين ومنافسين كبار ومنافسين مهمين ومنافسين صعبين ومنافسين عندهم نفس الطموحات المغرب والسنغال وكوديفوار والجزائر وغانا ونيجاريا وكل المنتخبات الكبيرة دي عندها نفس الهدف بتاعك وهو الفوز بكاس الوهم الأفريقية أنت بتتعب وبتكتهد وزي ما قال روي بيتوريا أنت ما عليكش غير أنك تكتهد وتتعب بس ما ينفعش أبدا أي مدرب في العالم يوعد وهجيب لكم بعض اللحظات إزاي مدربين في العالم بيب جورديولا جوزي مورينيو يورجان كلوب أنشلوتي كل مدربين العالم كلهم ما وعدوش قبل كده ببتولة ودول أكبر مدربين في العالم إزاي مستنين من روي بيتوريا لو وعد ببتولة أنا شك فيه وأقول إن ده مش مدرب كبير